تعتزم اندونيسيا عقد اتفاقيات استثمارية تتجاوز ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار مع دول افريقية في محطة تبحث فيها عن اسواق اخرى بعيدا عن اسيا بالتزامن مع تصاعد النزاعات التجارية مؤخرا وقال نائب وزير الخارجية الاندونيسي باهالا منصوري على هامش المنتدى الاندونيسي الافريقي ببالي ان بلاده تسعى لتحزيز صدراتها الزراعية والصيدلانية والغذائية الى دول القارة الصمراء الدول التي تشهد نموا سكانيا سريعا قد تشكل اسواقا واعدا للتصدير بالنسبة لاكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا ووزارتنا تعمل على تحسين وصول السلع الاندونيسية الى الاسواق الافريقية حيث بلغت صادرات اندونيسيا الى افريقيا 6.9 مليارات دولار فقط في عام 2023 اي اقل من 3% من اجمالي الشحنات لطالما كانت اندونيسيا تتطلع لتنويع تجارتها بعيدا عن شركائها الرئيسيين مثل الصين والولايات المتحدة واليابان وهذه الجهود تزداد اهمية في ظل التحديات التي تواجه قطع التصدير الاندونيسي نتيجة تباطئ الاقتصاد الصيني وضعف اسعار السلع الاساسية وتصعد الحمائية